السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو سنقوم بالشرح كيف يمكن تحويل الأموال الخاصة بالبيبال إلى بايير أو بايونير أو البيتكوين أو أي بطاقة فيزا كارد أو ماستر كارد وكذلك العكس بمعنى تحويل أي مبلغ أو عملة تتوفر عليها إلى أي عملة أخرى كيفما كانت ولهذا سأقدم لكم اليوم أفضل موقع متخصص لتحويل وتبادل العملات لمختلف البنوك التقليدية وكذلك الإلكترونية كبايبال، بايونير، بايير إي باي، سكريل والعديد من البنوك والعملات الأخرى بأفضل أسعار على الإطلاق وبكل أمان ومصداقية وهذا هو المهم إذن رابط الموقع هنخلي لكم في الوصف ديال الفيديو وقبل الشروع في شرح طريقة تحويل الأموال لا تنسوا للشراك وتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا أول بأول إذن أخوتي وجهت البرنامج جهي على الشكل الأتي فهنا أول حاجة عندنا نا قيف ونا قيت بالنسبة لهذه العمولات التي نفادينا هما العمولات التي يكونوا لنا وريدنا نحولهم أما قيت يعني هما العمولات التي نحول لهم العمولات التي لدينا وهنا كاللاحظة لدينا مجموعة من العمولات الإلكترونية كالبيتكوين، إيثيريوم الضوكوين والداتش ومجموعة كبيرة أخرى وهنا كذلك لدينا البايبال USD والبايبال أورو فهنا إذا كنت كريتي القونت بايبال ودرت لي العمولة USD غتستعمل هنا وإذا كنت كريتي بايبال وكتخدم بالأورو غتستعمل هذا الخيار الثاني هنا عدنا سكريل كذلك عدنا بايير ومجموعة أخرى نخليكم تكتشفها باش ما نطولش الفيديو وهنا كذلك عدنا الفيزا كارد فبالنسبة للدراري اللي كيخدموا في المغرب فرا عدنا فيزا كارد خاصة بالمغرب فغادي نحاولو نزله هنا الأسفل إذا هنا كنلقى فيزا أو ماستر كارد AMD يعني هنا إذا كان لدينا شي فيزا كارد أو ماستر كارد مغربية فيمكن لنا إما نحاولو الفلوس ديالنا ونشريو بها عمولات أخرى أو كذلك يمكننا نحاولو العمولات اللي عندنا كالبيتكوين أو بايير أو بايونير لهذا الماستر كارد الخاصة بنا باش نستبدو منهم محليا بمعنى بالدرام ويكونوا عندنا في الكون ديالنا المحلي إذا باش منطولش هاد الفيديو هده هنا خليكم تكتشفوا هاد المجموعة الكبيرة من العمولات اللي كينا عندنا وكي منحلنا هاد بيست شانج ولكن اللي كي يهمني دابا هو نوريكم طريقة كيفاش نحولو الفلوس ديالنا فأولا مثلا أنا عندي حساب في بايير وعندي فيه واحد المبلغ مالي وبغيت نحولو البايباك فغنزلنا وغنقلب على بايير إذا هذا هو بايير إلا عندك بالدولار أو بالأورو تختار على حساب العملة اللي عندك في بايير فمثلا أنا عندي بالدولار سنقلق هنا إذا بغيت نحول المبلغ اللي عندي في البايير البايونير وعندي فيزا كارد أو مستر كارد ديال بايونير وكذلك أنا كريت الكون في بايونير باليوسيدي يعني بالدولار سنختار دولار هكا ثم بعدها ستطلع لي هاد مجموعة الكبيرة من المواقع اللي كانت تحليه هاد التحويل من البايير للبايونير فأش كندير كنجي كنختار حسب الاختيار ديالي فمثلا عندي هنا مثلا هذا الموقع كيقول لي بأن أقل مبلغ نقدر نحوله وهو 3.42 دولار وهنا كيقول لي أقل مبلغ هو 50 دولار 40 دولار 80 دولار هنا 20 دولار إذا غنختار هاد الموقع مثلا مباشرة فش غادي نكليكي عليه غا يطلع لي ها السيت الرئيسي اللي غا يقوم لي هاد المعاملة إذا أخوتي غنعمروا المعلومات الخاصة بنا في هاد الموقع فهنا غادي ندير المبلغ اللي بغيت نحول مثلا 22 دولار فلاحظوا معي إخواني كيف قلت سابقا أقل المبلغ هو 20 دولار إذا اللحظوا معي يا أخوتي فالمبلغ اللي غادي نتحصل عليه هو 19.82 دولار بالنسبة للناس اللي غا يطلع لي هاد الموقع ما غا يفهموش عشنو هاد الاكتباء اللي طلعت لنا فيمكن لي هوم بكل سهلة يديرو يديرو كوبيي وغا تجي هنا وغا تجير جوجل تراديكسيون وهنا غا تخلي ديتكتي لالونغ يعني هادا هو رقم البطاقة وغا نرجع للموقع ديالي وغا نحاول ندير رقم البطاقة تتكون من 16 لرقم وهنا غا نحاول ندخل اسم ديالي جميع المعلومات يكونوا صحاح هنا غا ندخل جميع المعلومات هنا غا ندخل رقم الهاتف ديالي وهنا غا نكليكي على هذا الاختيار وغا نضغط على اكسشانج اذا غا يعطوني المعلومات ديال هذه المعاملة وغا نوافق على هذه المعلومات هنا وغا ندير create order إذا هنا غا نحاول نكمل المعلومات ديالي غا ندير make i payment إذا هنا غا يعودوا يحاولوا يتأكدوا طريقة الدفع اللي بغيت ندفع بها فأنا خطرت سابقا باير بالدولار إذا غا نختار الاختيار الأول وهنا غا نحاول نكونفيرم المعلومات ديالي غا يحاوليني مباشرة للباير ديالي غا نحاول ندخل له وضروري يكون عندكم المبلغ اللي حدثتوا سابقا في الحساب ديالكم ها غسنا نمشي والجيميل ديالنا لأنني غير تأكد بخطوتين إذا هنا غا ندخل الكود للصفتولية في الجيميل ديالي إذا أنا غا ندخل كونفيرمي في غالبية الحالات الفلس كيوصلون على سير بلاس يعني في نفس اللحظة لكن في بعض الحالات الأخرى كيقدر يطلبين نصف ساعة حتى الساعة على حد أقصى وكيين في بعض المرات وهذه اللي كتكون نادرة قليلا هي أنه المبلغ ديالك ما كيوصلك إلا بعد مرور خمسة ديال الأيام وهذا الشيء يجعل المصرف ديالكم هو اللي كيتحقق من تلك العملية أما بالنسبة لهذا المواقع فهي كيتحليك الصرف المباشر يعني في نفس اللحظة إذا أخوتي كان هذا هو الشرح البسيط اليوم اليوم ما بغيتش نطول فيه باش تفصلكم لفكرة بكل سهولة وبكل بساطة إلا كان الأخي أختي عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش بارتاجيه مع الأصدقاء ديالكم المهتمين بالمجال وديره جيم باش تدعمونا نجيبو لكم دائما الجديد وإذا كانت أخوتي أختي هدية أول زيارة لك للقناة فلا تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم لجديد ديالنا أول بأول ودمتم في رعايتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر